ما بشغلش بالي بجمهور الزمالك ورحت لطبيب نفسي بعد انتقالي للأهلي إمام عشور لعب القلع الحمراء بيكشف مفجأة مسيرة على الهوى مش هتصدق اللي قاله تصرحات مسيرة لإمام عشور خطه وسط النادي الأهلي كشف فيها مفجأة مسيرة عن انتقاله للقلع الحمراء مش بس كده لكن كمان عن علاقته بجمهور الزمالك وقال إمام في تصرحاته حياتي لو كان لها اسمها اختار اسمها حدودة كوميدية علشان أنا شخص بحب الدحك وبكره الاكتئاب حياتي كلها عبارة عن دحك وغزار وما ليش في الاكتئاب ولو حصل بعرف أخرج نفسي منه كمان كشف إمام عشور عن مفجأة صدمة وقال عمري ما قلقت من جمهور القرى المصري رغم انه جمهور صعب لكنه واثق في نفسي واثق من إمكانياتي ولما بنزل الملعب بكون مركز في شغلي بس وما بحبش أركز في أي ضغوطات تانية إمام شايف أن المسيرة الأفضل في حياته هو الانتقال للنادي الأهلي وقال أجمل فصل فيه هو أني رحت الأهلي وأصعب فصل هي فترة الاحتراف الست شهور اللي عضوها خارج مصر ورجعت بعدها مصاب وقال إمام كمان الدنيا ما كانتش ماشية معايا هناك كويس وما كنتش عارفة أقل وأهم فصول حياتي كانت في نادي حرس الحدود اللي انتقل منه لنادي زمالك لكن المفاجأة اللي كشف عنها إمام هي دور الطبيب النفسي في النادي الأهلي معاه بعد انتقاله لصفوف المارض الأحمر خلال الفترة اللي فاتت بعد ما رجع من نادي متلاند الدنيماركي وقال إمام الطبيب النفسي ليه دور كبير بعد انتقاله لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت كنت بعاني من عصبية زيدة وكل ده تعالكت منه عن طريق الطبيب النفسي للفريق ده غير كمان ان كان فيه طبيب تاني خارج النادي امام عشور كمان اتكلم عن خالدة والفتوح مدربه في غزل المحلة والله حصل معاه قبل انتقاله لحلس الحدود وبعدها نادي الزمالك وقال امام خالدة والفتوح في غزل المحلة كان يخلينا بطى الكرة في اخر كام سنة لياه في المحلة ما كانش مقتنع بي نهائي اتكلمت معاه في النقطة دي ولكن هو كان بيعمل معايا حاجات انا ما كنتش باهمها خلص الساعات اللي فاتت اتسبب امام في حالة كبيرة من الجدال بعد تعليقه على رحيل المعد البدني لنادي الزمالك محمد متحد امام نشر صورة للراحل وعلى عليها وقال هتوحشني يا صحبي امام عشور ظهر كمان في تدريبات النادي الاهلي في الساعات اللي فاتت علشان يبدأ البرنامج التأهيل الخاص به ويستعد علشان يشارك في التدريبات الجماعية خلال اسبوعين من دلوقتي صفقة انتقال امام عشور للنادي الاهلي بتفضل واحدة من اهم السفقات اللي عملتها القلع الحمراء في الفترة الاخيرة خصوصا ان امام كان فيه مشاكل كبيرة مع جمهور النادي الاهلي وكانت بتعطيب رجماهير نادي الزمالك واحد منهم لكن امام خرج من الحالة دي بسرعة وقدر يرجع من تاني ويكون افضل خط وسط حالي في الكرة المصرية لكن يا ترى هل يستمر امام على مستوى مع الاهلي ويكون نجم الفريق الاول ولا لأ خلينا نشوف اشتركوا في القناة